أهلا بكم معانا ونكمل أو نبدأ مع بعض فقراتنا في التساع لكن الحقيقة هو لا يصح أبدا أن احنا هنبدأ الفقرات بتاعتنا من غير ما نقول الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته النائبة البرلمانية السامقة الدكتورة أنيسة عصام حسونة هذه السيدة الفاضلة وأنا قلت أنيسة عصام حسونة طبعا مع حفظ الألقاب لأنه أنا أتذكر كويس أنه أنا مرة سألتها قلت لها ليه حضرتك دايما تعرفي نفسك بالاسم السلاسي يعني عادة ناس تقول فلان الفلان يوسف الحسين يا عمر مثلا يا قالتلي لأن أنا بفتخر دايما أن أنا بنت عصام حسونة فأنا أثرت وفضلت أن أنا أعرفها أو أنا بقول اسمها أقوله بالطريقة اللي هي كانت تحبها سيدة أنيسة حسونة واحدة من أفضل الناس اللي كان ممكن تعرفهم في حياتك من أعز الناس نفسا من أفضلهم خلقا من أشرفهم ذمة ومبادئا إنسانة فضلت متمسكة بكل مبادئها طول الوقت وما بعدتش عن مبادئها على الإطلاق لها مشوار عظيم عظيم في الحركة النسوية المصرية والدفاع عن حقوق المرأة في مصر والعمل المستمر والدقوب والمثابرة التي لا تكل ولا تمل لتحصل المرأة المصرية على مكتسبات سيدة أنيسة حسونة حاربت السرطان كواحدة من أشجع محاربات السرطان احتفظت طول الوقت بابتسامتها الدائمة احتفظت طول الوقت بطاقتها الإيجابية هذه السيدة الفاضلة اللي كان لها شرف مقابلتها عشرات المرات واللي كنت دايما أفخر جدا 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 بمعرفتها وبقى سعيد جدا باستقبالها ضيفة أو الذهاب إليها لأجل طلب طلب متعلق به وقت ما كانت المسؤولة عن مؤسسة الدكتور مجد يعقوب وبثم بعد ذلك في المستشفى المستشفى النقي لآخره فكانت هذه السيدة الفاضلة عمرها ما تتأخر على حد يوسف وعشرات مئات زي يوسف واحسن لكل ناس تيجي علشان تطلب منها شيء ما فتبدأ فورا من اللحظة الأولى في العمل عليه دون كلل أو ملل من غير ما تزهق من غير ما تتدايق يمكن أنا أتذكر وأنا كنت فرحان بالمشهد لما شفتها آخر مرة للأسف كان حظي أن أنا شفتها وأنا قاعد هنا على الكرسي على الدسك ده بتفرج عبر الشاشة على تكرمها الحقيقة الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك اشتركوا في القناة سيدة أو الدكتورة أنيسة حسونة التي لم تكترث على الإطلاق للقب ولا لمنصب ولا لمرتبة على الإطلاق هي كانت كل ما تكترث ليه كل اللي كان يهمها أنها تفضل طول الوقت في خدمة الناس شوف صورتها وهي طالعة تستقبل هذا التكريم من قرينة الرئيس وهي مبتسمة وسعيدة بالرغم أنها قاعدة على الكرسي لو شفتها قاعدة على الكرسي قلت يا حبيبتي أكيد تعبت قوي يعني الواحد يفرح قوي أنا فرحت فرحة بتكرمها وفرحت يمكن بأنه كرمت في حياتها كرمت وهي عيشة الله يرحمها حقيقي واحدة من فضليات البشر مش هقولك من فضليات السيدات من فضليات الإنسانية حقيقي الناس اللي زي دكتورة أنيسة عصام حسونة ما بيتكرروش حقيقي بيبقى فيه صعوبة شديدة أنك تشوف حد الطول للوقت يتعامل بمنتهى الأريحية والإخلاص في أي شيء بيعمله هذه السيدة الفاضلة يعني كان ليا بقى حظ أن أنا أشوفها كل أسبوع في أون تي في وكانت تشارك الأستاذ عمر أديب في تقديم حلقة كل أسبوع فكنت بقى مبسوط بهذا اليوم لأنه بتبقى فيه فرصة أن احنا نقعد نتكلم ونتناقش وكان قبلها بنتكلم كتير ونتناقش كتير فيه اجتماعات وقضايا مهمة والستة دي بالمناسبة مش بس قدمت حياتها يعني أو مشوار حياتها لأجل السيدات أو المرأة في مصر بل قدمت جزء كبير من مشوار حياتها علشان خاطر هذا الوطن بشكل عام لا أنسى وقفها ونضلها في وجه الأخوان في وقت توليهم للحكم بل ورفضها لفكرة أنهم أصلا يقربوا من السلطة قبل ما يبقى يوصلوا لسدة الحكم للأسف في مرحلة مظلمة جدا من تاريخنا وفضلت مستمرة على مبادئها وعلى نضلها رغم بقى كل المحاولات لاستقطابها واستمالتها بكل الطرق بكل الطرق اللي تيجي على بالك منفعش الله يرحمها الله يرحمها تفضل دايما وجهة مضيئة وأيقونة يعني توضع في صدر التاريخ المصري الحديث وتوضع دائما في الصف الأول ما بين الناشطات النسويات المصريات في تاريخنا الحديث وتاريخنا المعاصر الحقيقة الله يرحمها الدكتورة أنيسة عصام حسونة الله يرحمك وهتوحشينا من قلوبنا